موسيقى هذا مشكل يعني قلنا من أسباب الغلاء الطماطم هو هذا غلاء كل مواد لتتعلق بالفلاحة غالية ثانيا المشكل الثاني هو أن الفلاح الكبير لجأ إلى إنتاج زراعات وإنتاج الطماطم من نوع سوريز مطشاعة صغيرة إذا عرفنا بأن المساحة الطماطم الكركوبة أو الغليضة لا ينتجها الفلاحة الكبيرة ولا ينتج من نوع سوريز التي تصدرها للخارج وعنده عقدة مع الخارج تصدرها ب40 درهم حتى 50 درهم مما جعل أن المساحة للطماطم تتقلص بكترة يعني المساحة اللي بقت لها الطماطم الكركوبة قليلة بزاف هنا وكان مشكل آخر هو أن الحكومة خاصة تدخل باش باش تمنع تصدير الطماطم للأسواق الأسواق الأفريقية تنعفوا بأن ندبات ماتشة تتمشي الموريطانية تتمشي السينغال تتمشي وحنا في حاجة لها ما عندناش واحد الاكتفاء ذاتي تكون عندنا اكتفاء ذاتي عادي ممكن يمكن نصدروا لهذه الأسواق الأسواق الأفريقية ولكن ما حد ندبه ما عندناش ماتشة وصلت إلى 13-14 درهم 12 درهم ولكن بالنسبة المستثميرين والفلاح الذين لديهم عقدة مع الدول الأوروبية على الخارج لديها عقدة لا نصدر ماتشة لا نشترى واحدة منه إذن قلنا هنا بأن ماتشة تتمشي الأسواق تتمشي السوق الجملة وقدرنا واحد الجولة فيه في السوق الماتشة خاص بماتشة ولاحظنا بأن هذا ماتشة جملة بالجملة تدي 9 درهم 9 درهم بالجملة يعني تتبع بـ 11-12 درهم كان بعض المناطق التي تتبع فيها ماتشة بـ 5-6 درهم تنعفوا بأن هذا نواحي سوس هي المصدر الكبير للطماطين في المغرب وهذا ما تدير بالجملة تدير 9 درهم يعني المستهلك تتسأل إلى متى ستستمر هذا الارتفاع للأسعار للطماطين إلى متى؟ كان حلول إلى وقت الحكومة تدير حلول هو أنه تنعفوا بأن الطماطين بعدها ما تنتجه لفلاحة لا تنتجه لفلاحة الكبيرة الفلاحة الكبيرة تصدير الإنتاج الطماطين من نوع سوريس هذه الماطشة التي تنتجه لفلاحة هي من إنتاج الفلاحة الصغيرة والمتوسط لكي نؤكد عليها الفلاحة الصغيرة والمتوسط هو الذي يجيب هذا الماطشة تدخل السوق إذن هنا الذي نؤكد عليه الحكومة تدعم هذا الفلاحة الصغيرة والمتوسط وفي الخطاب صاحب الجلالة فهو نادى بين بتاق هذا الفلاحين نادى في المخطط في الجيل الأخضر في المخطط الأخضر وخاصة في الجيل الأخضر الذي صاحب الجلالة دائما ينادي بدعم الفلاح الصغير والمتوسط إذا دعمنا هذا الفلاح وهو الذي يبقى قليلا يدخل هذا الماطشة إلى دعمناه فهذا الماطشة ستجد ندعمه بالمواد الفلاحية من أسميدة من المبيدات من الزرعة نعرف هذا الفلاحة ما لديه علاقة ب هذه الوسطة كان بعض الوسطة التي تمشون عن هذا الفلاحة يقول له مثلا هذا الماطشة هكذا الزرعة هكذا المبيدات هكذا كل شيء يدعمه كل شيء ولكن هذا الماطشة راهدية لي تدعمه كل شيء الانتاج لديه أنا انتهك وندعمك ونمولك ولكن اليوم لا تصل على الانتاج لكي تخرج لديه هذا الوسطة والمضارب وهو الذي يخدر من الحقل أو من الضيعة فهو تدير التمل هذا الذي يريد تتحكم في السوق لم يكن المضاربين هم المحكمين في السوق إذن هنا يجب أن تكون مراقبة يجب أن يكون دخول للحكومة لكي تضرب على أيدي المضاربين وهذه المعصرين مثل العيرا لا يجب أن تخرج بسبعة درهم ولكن تصل إلى ترس 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 مع العلم أن السوق هو السوق من أكبر الأسواق الخضر ما نريد أن نؤكد هنا أيضا هو أن الخضر عرفات واحدة لنخفض له كبير بخمسين في المئة ستين في المئة أنا حتى نقول خمسين في المئة أن تحمل مسؤوليتي مثلا البطاطس أو البطاطا البطاطا هذا في السوق كانت تدير سبعة لفريات 350 درهم للصندوق هذا البطاطا تدير بين 100 درهم و120 درهم حتى نقول 100 درهم و120 درهم يعني الجودة بطاطا في السوق جملة يعني المستهلك بإمكان المستهلك يأخذها بثلاثة درهم في السوق ثلاثة درهم ونص لا يجب أن تفوت لماذا؟ البطاطا هذا الوقت داخلها من المراكش داخلها من المكنس داخلها من العريش داخلها من دكالة داخلها من الغرب وهذا في الأسبوع داخلها من شتوكة هذه البطاطا هي التي تكون بكثرة تكون جادية بكثرة وهي تضيق وهي تتنفس هذه البطاطا يصل أخرى يعني البطاطا داخلها من جميع المدن يعني من يجلسنا مع الناس تجار الكبار دير البطاطا يعني أنا أنا باركة على 5 درهم و10 درهم في الصندوق باركة على هذه البطاطا إذا لم تستطعها اليوم ستبقلها وضعها ستبقلها البطاطا يعني هذه البطاطا ستبقلها جملة التي ستبقلها في السوق بين 100 درهم و120 درهم ستبقل بأن البطاطا الجودة يعني داخلها مكنس الحمراء داخلها الفريد داخلها أنواع البطاطا موجودة جميع 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 تقريبا المدول المنتجة للبطاطا ثانيا نادرنا واحدة الجولة بالنسبة للخضاء الأخرى في الفلة ديرها ثلاثة درهم ثلاثة درهم ونصف الفلة زيانة ثلاثة درهم وخمسين بالنسبة الكورجيت كانت ديرها 22 درهم و20 درهم هذا الكورجيت 7 درهم 8 درهم بالنسبة للبطاطا اللوبيا كانت وصلت 21 درهم 22 درهم و25 درهم هذا اللوبيا الجودة ديرها 8 درهم و9 درهم بالنسبة للبطاطا بالنسبة للبطاطا والبطاطا اللوبيا 11-12-13 درهم هذا الكورجيت الكورجيت القديمة ستجدها بين 4 درهم و4 درهم ونصف بين 4 درهم و4 درهم ونصف بالنسبة للبطاطا الحريف الجديدة هذا العام درهم ونصف درهم وثمانين تلك درهم يعني بين درهم وخمسين وبين جوج درهم هذه المعلومة التي تنصلوا معلومة صحيحة بعد الزيارة لأن الأسواق الجملة بإنزقا وهو طنع فوق النبي أنه هو الذي يصدر الخضر بالنسبة للنجال باقي ثلاثة درهم ثلاثة درهم ونصف الخيار اللي باقي شد الثمان في السوق بخمسة درهم ستة درهم بالجملة أما بالنسبة للليمون نافيل بخمسة درهم خمسة درهم وخمسين نافيل يعني الليمون غلاد الليمون منظرين بالنسبة للخضر الأخرى رأي كلها بخمسة درهم هنا اللي بغينا هي تكون مراقبة صريمة لأن البطاطا تبقى في السوق في الجملة درهم وتتباع في الحوانت وتتباع دم الخضراء تتباع بستة درهم سبعة درهم هذا الربح واحد الربح تسمى بالربح السريع أو لأن تستخدم هذه الفرص على أن البطاطا بقي غالية البطاطا لها درهم مئة درهم مئة عشرين درهم وداخلها السوق بكثرة غزة الأسواق ويمشون الناس اللي بغي نشغل يمشي للسوق ويشوف البطاطا رأي صندوق مئة درهم مئة عشرين درهم ولكن باش نبيعنا البطاطا بستة درهم نبيعها بسبعة درهم رحشومها رخص تكون واحد المراقبة صاري من اللي خرجوا اللي جندية المراقبة لأن المستهلك كان غلاء المواد الغذائية غلاء دير المحروقات غلاء دير المجموعة اللي للمستهلك تستهلكها بكثرة ونزيده الخضراء غلاء ويبقى واحد زيد فيها رحشومها يعني تدخل تدخل السلطات المحلية يخرجون تهم السوق وتدخل تدخل اللي جند المراقبة لكي يخرجوا للسوق لكي يحدهم هذه التفاعلات الخضراء نقصة في السوق يجب أن تلبيع ويشتري الباقي نقص فيها إذا شرط لك واحد درهمون اللي يجعله باركة جوج الدرامير اللي يجعله باركة أما باش تبيع باش باقي انتشاد في الثماني القديم تدخلهم باركة طبقة غالية أرى ما أبقىش غالية ما زال ما طماش مستش 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 هنزيد واحدة لاحظة أستر الله جاشي